إذن لمناقشة هذا المنضوع أرحب هنا في الأستوديو بالأستاذ دكتور خيري عمر أستاذ العلاقات الدولية دكتور خيري مرحبا بك معنا في استوديو ملفات وبداية كما يقال بأنها قد تأبطت شرا وأقصد هنا أستراليا بالقفز على صفقة الغواصات المحتملة مع فرنسا والذهاب إلى سوق آخر وهو السوق الأمريكي ما الذي ستضرر هنا؟ هل العلاقات ما بين أستراليا من جهة والاتحاد الأوروبي والدول المحيطة بها من جهة أخرى؟ أم أن العلاقات التي ستتضرر فعلا هي علاقات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من جهة وأمريكا؟ إذا ما نظرنا إلى أستراليا فهي ضمن ضمن الكومونولس التي تتخذ على الكومونولس البريطاني وبالتالي هي في مجموعة الأنجلوفون وبالتالي القضية الأساسية هي أن هناك تحالف طبيعي بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وهنا القضية الأساسية هي كيف نفهم دلالات هذه الخطوة أعتقد أن الدلالات الرئيسية لهذه الخطوة أنها لها جانبان الجانب الفني والجانب السياسي فيما يتعلق بالجانب الفني هو يتجه لتقليل الفجوة بين الأنجلوفون والصين وروسيا في هذه المنطقة وكوريا الشمالية بحيث أننا هنا في برنامج التسليح هو يعني بالأساس أن نقل الحرب إلى الصين والهي الاستخدام التي وضعها أوباما في عام 2012 و2014 بحاجة ينتقل من الشرق الأوسط لإحتواء الصين أعتقد أن هذه الخطوة هي مقدمة في هذا الجانب وأن نمط التسلح في هذه المنطقة انتقل في أكثر من نقطة للمستوى النووي من المستوى التقليدي إلى المستوى النووي هذا من الناحية الفنية من الناحية الثانية السياسية أن هذا هو الانتقال الثاني للنظام الدولي منذ 1991 وحتى الآن الانتقال الأول عندما شرحه هانتينجتون سامو الهانتينجتون في كتابه هي كيف من هو العدو وكان هذا السؤال واضحا في تلك الفترة وكانت هناك الترتيب الأوروبي والأمريكي هو أن الإسلام أو الإسلام السياسي هو يشكل العقبة الأولى وبالتالي هم تخلصوا من الإسلام السياسي الآن وانتقلوا إلى الصين مرة أخرى مرة أخرى وبالتالي نحن هنا في الناحية السياسية الآن هو أننا أمام المرحلة الثانية من النظام الدولي على زي يمكن أن يبنى الفرضيات التي بنى عليها أوباما نظريته في الانتقال إلى الشرق كانت تقول بالاسترخاء السياسي في الشرق الأوسط ليس هناك قوة أخرى تنافس الولايات المتحدة أو تشكل تحديا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في مرحلة ما بعد الربيع العربي بحيث أن كل الدول هي في حالة تداعي أو تمر بحرب أهلية أو هكذا وأن روسيا لم تكن موجودة وأن الصين لم تكن موجودة في ذلك الوقت لكن أعتقد الشرق الأوسط تغير الآن ويمكن أن تناول هذا الحق لكن ما يعنيني هنا هو أنه لدى الدول الأنجلوفون رؤية لتطوير النظام الدولي أو لتغيير النظام الدولي هل سينجحون فيها أم لا ينجحون أعتقد أن التحديات أمامهم من جانبين الجانب الأول هو مدى احتمالية تفكك الكتلة الأوروبية الأمريكية نازل من جانب الجانب الثاني هو في هل يمكن أن تنجح وتحبط أو توقف النمو الصيني أو الانتشار الصيني على مستوى نقاط كثيرة من العالم أخيرها من حيفا في إسرائيل الذي افتتح الأسبوع الماضي فبالتالي نحن هنا أمام دياليكتك جدل كبير في النظام الدولي هل يمكن أن يستمر أن ينطلق من هذه النقطة أم أن هناك نقطة أخرى يمكن أن يتم استدعاء لكن دكتور هذا الوضع الذي تزج أمريكا نفسها فيه وهو الوقوف في وجه الصين ولكن في نفس الوقت خسارة العلاقات مع أكبر دول الأوروبا والاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا هذه الخطوة من الممكن أن تضر بالعلاقات الفرنسية الأمريكية خصوصا وأنها قد أثرت على صفقة كبيرة من المحتمل كانت أن تذهب إلى فرنسا نعم أعتقد أن مسألة المالية ومسألة الصفقات هي الجزء الضعيف في هذه العلاقات كلها يعني هناك صراع أو تنافس أمريكي فرنسي في أفريقيا وأنه يعمل على إزاحة فرنسا من الدول جنوب السحراء للشمال وأنه أيضا خلال السنوات الماضية عطل استراتيجية الفرنسية في دول شمال أفريقيا ودخل على الجزائر ودخل على تونس وأيضا دخل على ليبيا وبالتالي هنا المسألة الأساسية أعتقد أنها ليست في قيمة وحجم الصفقة بقدر ما نحن ننظر إلى الأبعاد الجيوسياسية والجيوسستراتيجي في العلاقات بين البلدين هل يمكن للولايات المتحدة أن تسير في هذا الاتجاه إلى نهايته؟ أعتقد أن التحدي الذي أمامها وتاريخيا هو أنه عندما يضعف قلب أوروبا القلب اللاتيني بالذات فرنسا وغيره يلجأون للتحالف مع روسيا وبالتالي إذا حدث هذا فإن سوف تحدث تقلبات في العلاقات الدولية يصعب على الولايات المتحدة الاستمرار في هذا لكن منذ متى تلجأ الدول الأوروبية إلى حلف مع روسيا؟ ربما يقول بعض بأن هذا الأمر من المستبعد أن يحصل أو ما كانوا في الحرب العالمية حلفاء مع روسيا؟ في ذاك الوقت كانوا حلفاء نحن نتحدث عن الوقت الحالي يمكن أن يتكرر أيضا المشكلة هنا في إعادة تعريف دور حلف الأطلسي هو كيف سيكون هل تمتد مظلته إلى الصين وأعتقد أن هناك خلاف داخل الحلف على أن تشمل المظلة الصين يعني هناك توافق على أوروبا والسطار الحديدي والحادث الصاروخي كل هذا متوافق عليه لكن إذا ما خرج من النطاق الأوروبي وخرج لدول أخرى غير روسيا فبالتالي سوف نجد أن أطراف الحلف أو مكونات الحلف تختلف يعني لماذا نوسع العداء أو لماذا تشترك إيطاليا أو تركيا أو حتى بلدان أخرى يعني في شرق أوروبا في هذا الصراع القضية الأساسية هنا هو ما هي حد السيف كيف تحافظ الولايات المتحدة على الحد الأدنى من بقاء التحالف الأوروب الأمريكي قائما لأنها لا تستطيع إذا خسرت الكتلة الأوروبية ألمانيا وفرنسا فإنها سوف تفقد قصيرا من الميزات الاستراتيجية التي تتمتع بها حتى رغم أن هنا المظلة العسكرية لألمانيا وفرنسا ليست قوية بما يكفي لكنها أيضا إذا نحازت إلى روسيا فبالتالي سوف تجد نفسها أمام سلسلة روسيا الصين الكوريا وبالإضافة إلى القلب أوروبا وبالتالي نحن هنا أمام المشكلة الأساسية نعم ولذلك أعتقد أن المسألة المالية يمكن أن تسوى نتكلم عن 60 مليار إذا سهل تعويضها من أي مصادر أخرى لكن إذا ظل العداء السياسي أو الاختلاف السياسي بين الأنجلوفون والفرانكوفون فبالتالي هنا سوف يتغير شكل العالم أعتقد قد يكون بحرب أو بدون حرب لكن على أي حال أن الولايات المتحدة إذا لم تحسب خطواتها بدقة فإنها يمكن أن تنزلك إلى مسارات غير متوقعة وخصوصا أن هناك صراع مكتوم بين الهند والصين فإذا انضموا أو إذا تحالفوا أو إذا افترقوا فكيف سيكون الصراع الدولي في هذا السياق نحن نتحدث الآن عن كيفية شكل العلاقات ما بين أمريكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا بالذات التي يخصها الأمر حاليا وربما يجب أن نتجع إلى الدول التي شعرت بالتهديد من هذه الصفقة الحاصلة ما بين أستراليا وبين الولايات المتحدة الأمريكية خبراء الصينيون جروا هذا التحليل إلى قضية أن أستراليا من الممكن أن يطالها استهداف نووي يعني لهذه الدرجة قد أوصلوا الأمر لا أعتقد أن أستراليا في هذه الحالة هي ملحق في التحالف وليس طرفا رئيسيا في التحالف وهناك منذ نهاية الحرب العالمية وحتى الآن هناك جدل من سيطلب الضربة النووية الأولى أعتقد أن إذا أطلقت ضربة نووية لأستراليا فإنها سوف تكون بداية للحرب المميتة أو الحرب المفتوحة باعتبار أن أستراليا في هذه الحالة هي دخلت تحت المظلة النووية البريطانية والأمريكية وأنه لا يمكن أن في ظل هذا التوازن أن يحدث نوع من التهور السياسي أو التهور الدفاعي أو التهور في الحرب يعني هناك الأزمة الممتدة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان وحتى الآن لم يحدث أن انهار الوضع السياسي بل أن الدول كلها حريصة على أن لا تنزلق الأمور للنقطة لا يمكن تسيطرة عليها بالتالي التحدي الأساسي هنا هو كيف تدار الأزمات في ظل تحالفات غير متجانسة يعني هذه هي النقطة الأساسية يعني التحالفات حتى الصيني والكوري الشمالي والهند أو روسيا روسيا تاريخيا والصين هناك مشكلات في تعريف المصالح الجيوسية بين من أيام وستونج والحكبة الشيوعية كل هذه الأمور أعتقد أنه إلى أي حد مدى إلى أي مدى يمكن أن نتحمل التكاليف سويا يعني مثلا على سبيل المثال إذا كانت ألمانيا قريبة من قتلة الأنجلوفون فإنها سوف تكون متضررة من نسيانها في هذا التحالف لأنها سوف تكون تحت الضغط الروسي وبالتالي نحن هنا ما أودع أن أقوله أن هناك مشكلة فكرية في النظام العالمي منذ 91 وحتى الآن منذ 91 وحتى الآن أن الدول الكبرى هي تشتغل بنمط تجريبي وليس هناك فكرة مسبقة على كيف يكون العالم وكيف تكون العلاقات يعني بعد الحرب العالمية الثانية جاءت فكرة الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة جاءت فكرة الأهيمانة ونهاية التاريخ وكل هذه الأفكار لكنها كانت أفكار في تقدير غير ناضجة بما يكفي لاحتواء التناقضات أو كيف تدرس سرعات في العالم وحتى بقيامة تراجع عن مقولاته منذ شهرين على الأقل تراجع عن مقولة نهاية التاريخ وقال أن هناك نقاشات كثيرة لم يتم حسموها حتى الآن وبالتالي نحن هنا أمام معضلة أو تحدي هو كيف نعيد النقاشات مرة أخرى في ظل انهيار دول وقيام دول أخرى أو ظهور تحالفات لم تنضغ إلى حتى الآن مثلا عندما نتكلم عن التحالف السلاسي الآن لماذا تم استدعاء أستراليا التي يمكن أن أعتبرها من ناحية السياسية كسولة تاريخيا لم تدخل في الصراعات ولم تكن ضمن أحلاف أصلا هي بعيدة عن الصراعات بعيدة عن الصراعات جغرافيا وسياسيا هي تحت التاج الملكي البريطاني وبالتالي عندما تقول أنها هي هل هي طرف سالس أن التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة فقط نحن هنا أمام يعني هو تحرك ينذر بمشكلة وأن هذه المشكلة هي مؤجلة المؤجلة الحسمة فيها منذ 2014 وحتى الآن بحيث أن أمريكا كانت الولايات المتحدة متحيرة في كيف تنتقل من الشرق الأوسط كيف ترتاح من الشرق الأوسط للشرق آسيا وظلت مرتبكة حتى جاءت فترة ترامب وقال بالعودة وعمل قواعد في سوريا وفكرة التدخل وفكرة السيطرة على الخليج مرة أخرى باعتبارها يعني هو يرى أن السيطرة على هذه المنطقة يمكن أن تمكن له السيطرة في مناطق أخرى وهذا لم يعد صحيحا من ناحية الجيو بوليتيكس لأن إذا ما رعينا الناتج المحلي الإجمالي العالمي هو بدأ يخرج من نطقة الشرق الأوسط من سالة الطاقة بالذات هناك بدأت أخرى للطاقة كثيرة بحيث أضعفت الأهمية النسبية لبلدان الشرق الأوسط في هذا الجانب نعم السؤال هنا يعني بعض الدول التي شعرت بأنها ربما من الممكن أن يلوحها التوتر الحاصل في المنطقة وهي كوريا الشمالية هل كوريا الشمالية فعلا من الممكن أن يطالها شيء أم أنه فقط تبرير لها لقضية امتلاكها السلاح النووي وتذكيرها أمريكا باتفاقية منع الانتشار النووي يعني كيف تعطون غواصات تعمل بالوقود النووي لأستراليا وأنتم من هنا ضمن اتفاقية منع الانتشار النووي ولا تحبذون امتلاك الدول الأخرى منها كوريا الشمالية للأسلحة النووية هو القدل حول اتفاقية منع الانتشار النووي منذ الستينيات وحتى الآن هو قدل يعني يعني يمكن وصواه بغير الجدي نعم هي معنى منع الانتشار النووي يعني هو احتكار الانتشار النووي احتكار السلاح النووي بمعنى لا تدخل أطراف أخرى في الأجندة الدولية وهنا يتعلق أيضا ليس بحوضة السلاح فقط لكن يتعلق بالإنتاج بإنتاج السلاح أستراليا في هذه الحالة هي دولة مستهلكة للسلاح النووي وبالتالي هنا مسألة تصحب هذا السلاح ونقل أو استعاداته مرة أخرى هذا ممكن لكن كيف عندما تكون الصراعات أخذت مسارا آخر فيما تعلق بكوريا الشمالية أعتقد أنها سوف تكون في التحليل الأخير يمكن أن تكون أداة في هذا الصراع النووي الصراع الأساسي هو في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب التكنولوجي مع الصين وخصوصا إذا ما رعينا فكرة الملكية الفكرية واختلاقات الملكية الفكرية للصناعات الأمريكية هذه تكلفة كبيرة كيف تحافظ الولايات المتحدة على هذا الجانب وأن الصين تحقق فوائد كثيرة من التقليد للصناعات الأمريكية أعتقد أن التحدي هو معقد كيف سوف يتم حل ذلك أعتقد أن هذه المسألة سوف تكون سريعة سوف تأخذ وقتا حتى يمكن التوصل إلى تفاهمات وإذا طبعا إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات تنقضات ما قبل الحرب العالمية الثانية إذا ظهرت مرة أخرى فيمكن أن يسير العالم إلى حرب بس أعتقد أن هذا سوف يكون الحل الأخير في النهاية إذن الدكتور خيري عمر أستاذ العلاقات الدولية نشكرك شكرا جزيلا